ازا ايك يا جديان عاملين ايه اهلا وسهلا بكم انا زوسك قبل ان يبدأ الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك لان شعبي يحفزني جدا وبنشروا المقطع بشكل اكبر هتكلم عن التحديث او الابديت الجديد اللي نزلوه في خريطة سانهوك انا مش عارف صراحة هتكلم عنه من ناحية ايه ولا اقولي عليه مش عارفهم ازاي عملوا كده وازاي وما فكروا في حاجه زي كده وما رعوهش شعور الديانات اللي معهم الديانات الكتير اللي موجودة جدا في اللقبة ما اعرفش والله انا بس انا اتكلم عن التحديث من شكتر واقولك ايه دفعات اللي جات فيه نبدأ بقي اول حاجة اللي هي المنطط او البالون انا اخترت ابعد واحد عشان بس الوش ومش عايز مشاكل يعني احز اروح اخبص الجنف سلام وصلت له دلوقتي وهركبه تمام يعني انا كنت فاكره بيطير وكنت فاكره يستخدمه. المهم هطلع بي دلوقتي يعني. ده قل ما كنتش فاهمه بس هو طلع في الاخر ان انت بس مجرب تطلع بيه على مسافة معينة وتبدأ تبص حواليك. يعني هي الفكرة ان انت تتفرج على حواليك مش اكتر. بس مش هتعمل اكتر من كده. ولقلت حرك الزرار اللي احنا متحرك بيه ده طلع بيحرك اصنا اللاعب جوه البراشوت او جوه البالون مش بيحركوا ومش بيحرك البالون نفسه. وطالع مالوش اي لازمة وما استفدتش منه. يعني نتنال للنقطة البعدها وهي التماثيل. المهم ان انت بتروح لتمثال زي دول وتعمل استعداد او استدعاء. بيعمل زي حاجة مش عارف انا برضو مش عارف حكمها ايه ومش عارف ايه حرام ولا حلال. بس اتفكر ان هو بلديك لو سلاخ. الرأس على الستاج. تطلع على المسرح او الستاج اللي فوق ده وتعمل رقص في زي زرار تحت كده اسمه رقص عندك تضغط اللازمة دي. هي ممكن حاجة طبع الابديت مش اكتر. التوت البري. ايه اضافت التوت البري وبنستخدمه في ايه? هقول لك انا. احنا اول حاجة بناخده واقول لك بقى استخداماته في ايه? لما بناكله بس. انا طلعت الوقتي ووكلته. هو ليه مميزات كتير جدا. واهم ميزة في مكانة دروبات. اللي هو بتمشي. اه الطيارة هي. مهم ان انا كنت فاكر الدروب اللي هناك ده. اه هو ده الدروب لترمي الطيارة. لكن الطيارة رامت دروب تاني. مهم ان انا هنا اتشغلت مع الضرب والناس. ومخذتش بالي من النقطة دي. واخدت بالي فيها بعدين اللي هو دلوقتي حالا هاخد بالي منها. اخدت بالي بقى ان الطيارة رامت دروب تاني وهو ما كانه هناك. مهمة بقى البتاع دي اللي انت بتاخدها من الصنم. هقول لك امهم متى الوقتي. لازمتها الوحيدة ان انت لما بترميها بتديك كفر. فيكني الابدات اللي فائدت قبضات الجليد لما كنا كان بيدينا كوري جليد كده لما كنا بنرميها كان بيدينا كوري من جليد. وبتفرعة بعد ستين طلقة بالزبط. دي تجربة ستين طلقة بس اخدتنا اقريكم. ستين طلقة وبتكسر. هي بتدي كوري بس مش كوري برضو محترم اكيد زي الجليد اللي فائد. المهم بقى دلوقتي ازبكم مع السكوادين اللي انا شلتهم. وهنا بصور الفيديو ده بالصدفة. يعني انا مكنش عامل حسابي ان انا خدش رعب سولو سكواد بس اي انا جات كده. مش هدا ممتعة. بعد ما لودت ومشيت قلت ارجع اخذ البتاع دي عشان اعرف ما كانت برباط مرة تانية. بس بعد ما اخذتها اسمها تصوت. هو كان السكواد اللي بعضي يعني. فانت جاي بس استعدت لهم. وبعد ما كانت على طول استعدت لهم وايه. وطلعت سايدت معهم. ده السكواد اللي بتاع بقى تلقائي كده بعد ما اخذت هيلو وهيلت وزبطت دنيتي. اه طلعت لي مكانة دروباط تلقائي. اه تاني هو ده مكانة دروباط. فايت الاخير بقى. حصل فيه اكتر من حاجة اللي هو اول فانشت صاحبه. الصاحب كان متنوق كانوا فايت تاني. اه نوقت فانشت صاحبه. هو خباله مني بسرعة. هو الوقت كان لعيب ورد فعله كان سريع الله هو اكبر عليه يعني ما شاء الله. المهم ان انا هنا غلطت غلطة اللي هو انا اولا انا ما ضربتش في الهيت شوت تمام? لما خرجت. اه فتحتي بالجيرسكوب بس ما حرجتش بصبعي. بعد كده هو نزل في العشب انا كنت فكره ورا الشجرة. والغلطة اللي بعدها على طول اللي هي دي. لما هو يطلع لي دلوقتي. هجا يضرب عليه. ضربته وشلت السلاح اللي انا افتكرته مات خلاص. استغلت فرصة بقى ان هو ايه? بيعمر وقتلته. بعد اجد عما خلصت مونتاج وكل حاجة سألت شوية ودورت وسألت اكتر من حد يعني. بس الكلام ده طلع حرام. الكلام ده اللي في عارفنا ولا في شرعتنا. الكلام ده كفر. فيا ريت نبعد عن الابديت ده وما نلعبش اللعبة لحد ما الابديت ده يخلص. تجنبه لأي مشاكل. وبس كده انا احنا نكون صدنا نهيط المقطع. لو اجابكم الفيديو ما تنسوش تشيلكم في القناة على زر الجرس وتعمل اللايك لان شوق بيحافزني جدا وننشو المقطع بشكل اكبر. كان معكم زازكا اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.